مشاهدين الكرام اهلا بكم في النشرة الجوية نستهلها بصورة القمر الاصطناعي التي توضح لنا جوى مغشات على اغلب المدن الشمالية حتى الجنوب الكبير وعن الوضعية الجوية المتوقعة لظاهرة اليوم نرتق باذن الله جوى مستقرة ومشمسة على السواحل الغربية حتى على السواحل الوسطى تكون مغشة جزئيا بالساحل الشرقي سماء رائمة مع تشكل خلايا رعدية منعزلة بالمدن الداخلية قد تعطي قطرات من الامطار حتى على شمال الصحراء وشمال السورة لكن يبقى تقسم مشمسة لقليل السحب مع تشكل سحب رعدية على باقي المناطق الصحروية زواب عرمدية تنشط بشمال الصحراء والوحد حتى على الصحراء الوسطى وحركة رياح ضعيفة نسبيا درجات الحرارة القصوى لظاهرة اليوم تصل بإذن الله إلى حوالي 30 درجة على وهران 27 درجة بالجزائر العاصمة 24 درجة بعنبا 21 درجة ببتنة 33 درجة بالأغوات 26 درجة بالبيض 41 درجة بالوادي وورقلا 40 درجة بغردية بشار 37 درجة 38 درجة بتندوف 40 درجة بأدرار 43 درجة بعنصالح وإليزي 38 درجة بثمن رستوى عن الوضعية الجوية المتوقعة لليلة 32 إلى 33 نرتقب بإذن الله أجوى مستقرة وصافية على السواحد الغربية والوسطى تكون رعدية مع أمطار متفرقة أحيانا بشرق البلاد أجوى مغشات على باقي المدن الداخلية حتى شمال الصحراء والواحات وصولا لشمال الصورة أقصى الجنوب الغربي لكن يبقى الصفاء يميز الجنوب الغربي الصحراء الوسطى أقصى الجنوب والجنوب الشرقي مع حركة رياح تكون ضعيفة إلى معتدلة أحيانا درجات الحرارة الليلية تصل بحول الله سنسجل 18 درجة على وهران 17 درجة بالجزائر العاصمة 19 درجة بعنبا والأغوات 15 درجة بباتنا 16 درجة بالبيض 27 درجة بالوادي 26 درجة بورغلا 24 درجة بمنطقة غردية 23 درجة ببشار 22 درجة بعنسلح 24 درجة بأدرار 17 درجة بتندوف 23 درجة بطمانراس 27 درجة بإيريدي وعن حالة البحر لنهر اليوم سيكون مطرب على طول الشريط الساحل نتيجة رياح شرقية إلى شمالية شرقية ستتراوح سرعتها من بين 20 إلى 40 كم في الساعة مشاهدين الكرام هذه توقعاتنا لأحوال التقصي ظاهرة وليلة اليوم والله أعلم شكرا على طيب المتابعة في أمان الله